وذكر الله كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خيرة خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين ثم أما بعد حيا هلا بكم أيها المشاهدون الكرام في برنامجكم حديث القرآن عن السيرة ولا زلنا نعيش وإياكم مع تلك المقدمة قبل برنامجنا ونطرحها من خلال ذاك السؤال الذي سبق أن طرحناه قبل الآن ونعيده لماذا؟ لماذا نتحدث عن السيرة النبوية في القرآن الكريم؟ اسمعوا أيها الكرام القرآن الكريم إذا تحدث في بعض أحداث السيرة النبوية يميل أحيانا إلى الإجمال وعدم التفصيل وليس إلى التفصيل وذاك لحكمة إلهية يريدها الحق تبارك وعز وجل مثال ذلك قلب صفحات كتب السيرة بل وكتب السنة التي تتحدث عن السيرة النبوية وقرأ إن شئت أحداث الإسراء والمعراج لترى في ذلك المطولات المطولات من الأحاديث الواردة عن الصحابة الكرام مرفوعة أو موقوفة في الإخبار عن حدث السيرة النبوية عن حدث الإسراء والمعراج في السيرة النبوية بالتفاصيل ذلك الحدث الذي كان عقبة كأودا في طريق المشركين فلم يؤمنوا به بل وللأسف كان غصة في حلوق بعض المنافقين الذين تنكبوا الصراط فلم يؤمنوا به من بعض المؤمنين هذا الحدث الذي انتقل الحق تبارك وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم إلى عوالم أخرى بعد أن جاءه جبريل ومعه البراك وأخذه من مكة من جوار الكعبة المشرفة لينتقل به بعد ذلك إلى المسجد الأقصى ثم ليعرج به عليه الصلاة والسلام عبر المعراج إلى السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة ثم يتعد السابعة وفي كل سماء يقابل عليه الصلاة والسلام مقربوها من الأنبياء والمرسلين إلى أن صعد عليه الصلاة والسلام فوق ذلك كله ورأى عجائب الخلق في دخوله للجنة ورؤية أصناف من أصناف النعيم الذي جعله الله تبارك وعز وجل فيها إلى وصوله إلى سدرة المنتهى التي أخبر الله عز وجل عنها بل تعدى ذلك هو ولم يتعداه جبريل ووصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام التي تكتب المقادير وهناك يكلمه الحق تبارك وعز وجل كفاحا من غير ترجمان وبدون واسطة فيفرض عليه تبارك وتعالى الصلوات الخمس نعم هذا الحدث العظيم الذي كما قلت جاء مفصلا في كتب السيرة يأتي في القرآن الكريم مجملا فيقول الله تبارك وعز وجل كما في بداية سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ثم يشير الحق تبارك وعز وجل في سورة النجم إشارة إلى المعراج الذي كان في صعوده عليه الصلاة والسلام إلى السماء فيقول تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى هكذا يجمل القرآن الكريم في هذا المكان ذلك الحدث التفصيلي في السيرة النبوية ويعطينا تلك الإشارات وتلك اللمحات التي نقول عندها آمنا وصدقنا فهو كتاب ربنا تبارك وعز وجل ومن الأسباب أيها الكرام التي تجعلنا نتحدث وإياكم أيضا نتحدث وإياكم أيضا عن السيرة النبوية في القرآن الكريم ميل القرآن الكريم أحيانا أخرى إلى التفصيل في الأحداث لاحظ قبل قليل في السبب الذي قبل هذا كان هناك إجمال في القرآن مقابل تفصيل في كتب السيرة الآن هنا العكس تماما يميل القرآن الكريم أحيانا إلى التفصيل في حدث السيرة النبوية فيستوعب الحدث بل ونتيجته بل ويقرر الحكم فيه الذي يترتب عليه كما قلنا على عكس السيرة النبوية ومن أشهر ما يضرب به المثل في مثل هذا الأمر حادثة تبني النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة التبني كان معروفا في الجاهلية وكان الشخص بإمكانه أن يتبنى من شاء فينسبه إلى نفسه بل هو عليه الصلاة والسلام لما رأى من زيد بن حارثة ما رأى من الوفاء والتعلق به عليه الصلاة والسلام والإقبال عليه تبناه صلى الله عليه وسلم حتى كان يقال زيد بن محمد صلوات ربي وسلامه على محمد سيدنا وحبيبنا ورضي الله عن زيد تبناه فنسبه عليه الصلاة والسلام إلى نفسه جاء بعد ذلك نهي الشريعة عن التبني أدعوهم لآبائهم هو أقصط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم نهت الشريعة عن ذلك فكان بعد ذلك يقال زيد بن حارثة ولا يقال زيد بن محمد بل وجاء في السنة لعن من فعل ذلك فقال عليه الصلاة والسلام لعن الله من انتسب إلى غير أبيه ثم يأتي القرآن في مثل هذه المسألة ليبطل أمرا أيضا من أمور الجاهلية ويؤكد عليه وهو أنهم كانوا لا ينكحون نساء أو زوجات أبنائهم بالتبني فيبطل الشرع المطهر ذلك ويتزوج عليه الصلاة والسلام من زوجة زيد بن حارثة بعد طلاقه إياها زينب رضي الله عنها وأرضاها يأتي هذا الخبر في السيرة النبوية بشيء من الإجمال بينما يأتي في القرآن الكريم بشيء من التفصيل يستوعب الحدث بل إنه مع ذلك يبين نتيجته ويقرر حكمه أين ذلك؟ في كتاب الله تبارك وعز وجل في سورة الأحزاب خاصة قال الله تبارك وتعالى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ثم اسمع وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهُ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهُ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبِدِيهُ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ هَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجُ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْمِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا إلى غير ذلك من الآيات التي تتحدث عن هذا الحدث العظيم بالتفصيل وبذكر النتائج والأحكام مما لا تجده في تفاصيل السيرة وفقنا الله وإياكم لكل خير ونال لقاء إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر